موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا وهي منحة دراسية في دولة اوروبية من افضل دول اوروبا وفي جامعة من افضل جامعات العالم خلينا دلوقتي نتعرف على تفاصيل المنحة بالكامل هي منحة جامعة بادوفا الدولة اللي هيكون فيها هذه المنحة هي دولة ايطاليا وطبعا دولة غنيعة عن التعريف بالنسبة للجهة المانحة هي يونيفرستي اوف بادوفا وبيطلق عليها في بعض الاحيان بادوة فبادوفا او بادوة الاتنين زي بعض ده بالنسبة لي الجامعة المانحة طيب بالنسبة لي المرحلة الدراسية الموجهة لها هذه المنحة المنحة دي موجهة لدرجة البكالوريوس والماجستير فقط غير متاح فيها درجة الدكتوراه تمام كده لو انت مثلا في اخر سنة من السنوية العامة وخلص السنوية العامة وعايز تقدم للبكالوريوس متاح لو انت في اخر سنة من البكالوريوس او خلصت بكالوريوس وعايز تقدم ماجستير متاح. ولو برضو انت عايز تعيد الدرجة الدراسية بتاعتك مفيش مشكلة متاح. اه يعني لو في واحد مسلا عايز يدرس ماجستير مرة اخرى تخصص مختلف او نفس التخصص ممكن تقدم عادي بدرجة البكالوريوس السابق. تمام كده? طيب. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم كل دول العالم متاحة للتقديم. سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية متاح لك التقديم في هذه المنحة. طيب خلينا نتكلم عن التمويل في المنحة دي. اول حاجة المنحة دي بتديك اعفاء كامل من رسوم الدراسة. يعني انت مش تدفع اي تكاليف خالص لرسوم الدراسة. طبعا بالنسبة لدرجة الماجستير. اه هيكون فيها الدراسة المدة سنتين. بالنسبة لدرجة البكالوريوس طبعا على حسب التخصص المختار تلات سنين اربع سنين على حسب التخصص اللي انت عايز تدرسه. تمام كده? ولكن الماجستير بيكون الماكسيموم سنتين. اه يبقى اول حاجة بتاخد عفاء من رسوم الدراسة طول السنين. تمام? اللي انت هتدرس فيها. اه كمان بيكون فيه راتب سنوي مقداره 8000 يورو ليساعدك في تكاليف المعيشة. 8000 يورو دي اه يعني بما يعادل حوالي 660 يورو شهريا فمبلغ كافي جدا يقدر يساعدك برضو في تكاليف المعيشة. تمام? وال8000 يورو دي بتتدفع لك على مرتين في السنة. بتاخد ست شهور في ست شهور وقل بتاخد اربع تلاف يورو في الست شهور التانية بتاخد اربع تلاف يورو. يبقى بتتدفع على قسطين في السنة. طيب. كمان الفرصة دي بتسمح لك الدراسة في افضل جامعة من جامعات العالم. يعني جامعة اه من سنين طويلة جدا وجامعة من اقدم جامعات ورنكاه عالي جدا على مستوى العالم. كمان ممكن العمل بجانب الدراسة ازا تريد بيوفروا لك اللي هو او العمل بدوام جزئي. وممكن تشتغل جوا الجامعة نفسها. تمام? ويعني ساعة العمل اه داخل الجامعة بتقدر بتمانية يورو وساعة العمل خارج الجامعة بتقدر بحوالي تسعة او تسعة وشوية يورو لكل ساعة عمل. تمام? ده لو انت حابب تشتغل اه مسلا تزود من دخلك او تحاول توفر اه يعني راتب لمصاريف معيشتك مسلا. فده برضو تقدر تعتمد عليه العمل كآآ او بدوام جزئي متاح. كمان الدراسة في ايطاليا تسمح لك بالحصول على تأشيرة تسمح لك بدخول الدول الاوروبية مثل المانيا وغيرها. طبعا عارفين ان اوروبا بتسمى الاتحاد الاوروبي. يعني لو انت حصلت على آآ تأشيرة احد هذه الدول فانت بتقدر تخش كل دول اوروبا الباقية. يعني انت معاك تأشيرة او فيزة ايطاليا للدراسة هناك. فبتقدر تخش المانيا. بتقدر آآ تخش اي دولة اوروبية تانية. متاح لك من غير تأشيرة. تمام? لانك بالفعل معاك الاقامة اوروبية. طيب. فدي بالنسبة ليه التمويل والمميزات اللي انت بتاخدها في هذه المنحة. عندنا التخصصات المتاحة. هناك تخصصات كثيرة. مثل الطب. هندسة. تخصصات ادبية وغيره. وانا هتطلقوا لينك هنا لكل التخصصات اللي بتوفرها هذه المنحة. تعال ان بص كده عليها سريعا. هتلاقي ايها تيجي تضغط على كلمة هنا دي. هيفتح معاك التخصصات اللي بتوفرها هذه المنحة. تمام? دي التخصصات اللي بتوفرها المنحة. آآ هتلاقي حاجتين آآ او آآ بالنسبة للجزء الاول هو تخصصات البكالاريوس. وبالنسبة للجزء التاني هو تخصصات الماجستير كل دي تخصصات ماجستير ودي برا تخصصات آآ البكاليروس تمام? فبتشوف التخصص المناسب لك و بتقدم عليه متاح تخصصات كتيرة جدا في هزي المنح. طيب آآ خلينا دلوقتي نشوف شروط التعديم. شروط التعديم بسيطة وبتنطبق على كل الناس. اول حاجة ان لا يحمل المتقدم الجنسية الايطالية. ما تكونش معاك الجنسية الايطالية. تاني حاجة ان لا يحمل المتقدم شدة السنوية العامة من لازم تكونش خط السنوية العامة بتاعتك او اخر درجة دراسية خدتها من ايطاليا. تمام كده? هنا عندنا ملاحظة. هذه المنحة ليس بها حد اقصى لعمر. يعني المنحة دي متاحة لجميع الاعمار. ما فيهاش ماكسمام او حد اقصى للعمر. كمان المنحة دي لا تحتاج شهادة لغة عند التقديم. المنحة دي في الابليكيشن انت مش مطلوب منك ترفق شهادة اللغة بشكل جزامي. تمام? مش مطلوب منك في البداية. ممكن تقدم عادي جدا. ازا شهادة اللغة غير متوفرة معك حاليا. تمام? طيب بالنسبة للاوراق المطلوبة في المنحة دي. اول حاجة مطلوب منك كشف الدرجات او شهادة التخرج بتاعتك يعني تمام? لاخر مرحلة دراسية. ولو انت في اخر سنة سواء من السنوية العامة او بكالريوس وعايز تقدم لدرجة اعلى بتقدر عادي تقدم بشهادة او كشف الدرجات للسنة اللي قبلها. تمام كده? طيب. اه كمان شهادة التخرج يعني وجود بتحطها. اه لان طبعا في ناس هتكون لسه متخرجتش. فلو معك شردت تخرج في الوقت الحالي بتحطها مش معك خلاص. كمان صورة جواز السفر تكون موجودة معك. اه السيفي بتاعك تحط السيفي وبتحط خطاب النية اللي هو الموتيفيشل. تركوا تكتبه بشكل كويس عشان ده من اهم عوامل القبول في المنحة. تمام كده? يبقى دي بالنسبة للاشياء المطلوبة في هذه المنحة. طيب بالنسبة ليه اخر موعد للتقديم لهذه المنحة? هو مختلف من تخصص لاخر. تمام? بيختلف من تخصص لاخر. ولكن معظم التخصصات بتنتهي في اتنين فبراير الفين واحد وعشرين. ده يعتبر اخر موعد للتقديم او الخاص بمعظم التخصصات. تمام كده? طيب. بالنسبة لكيفية التقديم في الابليكيشن او كيفية التقديم في المنحة. هو فيه ابليكيشن اونلاين. لازم يتم ميلوه. الابليكيشن ده آآ لازم تملأ فيه كل الاشياء المطلوبة وتحط فيه الاوراق اللي احنا قلناها. تمام كده? وهنا عندنا ملاحظة ان قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزة. يعني لو عايز تقدم انخلالنا على هزي المنحة متاح. وفي خدمة تانية اسمها خدمة تجهيز الاوراق بشكل احترافي. تقدر تستخدم الاوراق دي اللي احنا نجهزها بشكل عام وتقدم بنفسك في اي منحة انت عايزة. ولو عايز اي خدمة من هزي الخدمات هتلاقي رابط استمرت كل خدمة موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. تملاقوه. وان شاء الله بازن الله نتواصل معاك في قرب وقت ويتم انجاز كل شيء دي. تمام كده? طيب. هنا انا هتطلقكوا الاعلان الرسمي للمنحة. تعالوا نبص على الاعلان الرسمي ونشوف ايه التفاصيل اللي موجودة فيه. هتلاقي كل حاجة موجودة في الموقع الرسمي وهوريك اسم المنحة اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا دي الصفحة الرسمية للجامعة. وهنا في مجموعة منح كتيرة متاحة. ولكن المنحة اللي احنا مهتمين بها والمنحة الاقوى في الجامعة هي دي. تمام? اللي هي بدوة تمام? فدي تفاصيل المنحة كلها. الراتب تمن تلاف يورو سنويا. آآ رسوم الدراسة مجانا. آآ كل التفاصيل بالنسبة ليه يعني الشروط الاشياء دي كلها. آآ ازاي بيتم دفع المبلغ المعيشة آآ اربعة تلاف يورو آآ كل ست شهور على دفعتين في السنة كل هزي الاشياء موجودة هنا. تمام كده. يبقى دي بالنسبة لتفاصيل المنحة. طيب. آآ تعال نبص بقى دلوقتي على التقديم كيفية التقديم في الابليكيشن. هتيجي تضغط على كلمة قدمة الاندي عشان نفتح معاك التقديم. تمام? الابليكيشن تمشي فيه خطوة خطوة. تمام كده? طيب. ده التقديم. انا جماعة السنة مش السنة اللي فتت. واعتبر هزي السنة لان المنحة دي بتفتح دورتين في السنة. في شهر آآ يناير في السنة دي. انا عملت فيديو عن هزي المنحة ايضا وكنت شرحت فيها كافة التفاصيل وشرحت فيها كيفية التقديم آآ وشرحت كل الخطوات الخاصة بالتقديم خطوة بخطوة ويعني شرحت ازاي تعمل الاكاونت على موقع المنحة وازاي تمشي كل التفاصيل في الابليكيشن. تمام? فمنعا للتقرار انا هسيب لكو رابط هذا الفيديو اللي كان فيه التقديم كاملا موجود في سندوق الوصف اسفل الفيديو. آآ تشاهدوا هذا الفيديو ايضا عشان تعرفوا تفاصيل اكتر وعشان تمشوا آآ خطوة بخطوة في التقديم وتعرفوا ازاي تقدمه. تمام? فده بس منعا للتقرار. طيب يبقى كده احنا شرحنا كل التفاصيل المنحة وان الاوراية المطلوبة اخر موعد آآ مميزاتها حاجة ممتازة جدا يعني توفير تأشيرة اوروبا تقدر تلف بها كل دور اوروبا مجانا آآ عمل بجانب الدراسة راتب سنوي اعفاء من رسوم الدراسة كل ده هيكون ليك بالمجان وحيكون متوفر ليك من خلال المنحة او الجامع. تمام? فلو حابين تقدموا المنحة معظم التخصوات لها بتنتهي في اتنين فبراير الفين واحد وعشرين. فآآ ان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول اللي يكون فيها المنحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.